2020 بعض النظريات خرجت وناسبت فيروس كورونا المشروع المليار الزهبي وده لان الصين عندها اعلى تعداد سكاني في العالم كله مليار و 386 مليون انسان وده افضل مكان يتم فيه نشر مرض من خلاله يقدر يقللوا عدد سكان الارض واستندوا وقتها في ان المرض مصنع ان معظم الدول ما كانتش عاوزة توقف جنبهم مع انها كارثة كبيرة ممكن تأثر على البشرية كلها ومثال مهم على حرب الفيروسات لما الامريكان دخلوا على الهنود الحمر وضحكوا عليهم وعملوا معاهم معاهدة سلام وبعدين غدر الامريكان بهم واهدوهم بطاطين بعد كل معاهدة تحصل بينهم وللاسف البطاطين كانت محملة فيروسات وجراثيم ووباء الطاعون والحصبة والسل والقلرة والجدري وكانت سبب في شبه عبادتهم فضيل دماغك بقى وفهم لانك لازم تفهم اللي بيحصل حواليك نحن الان نعيش عصر المليار الزهبي لكنهم لا يحتاجون لقتل ستة مليار وانما يسكونهم الموت ببطء عن طريق كبيرات كل يوم هينوري سكانجر اهلا بكم يا رب دايما تكون الخير معكم احمد ربيع من قناة جمد قلبك بس قبل من نبدأ يريد تضغط لايك ولو جديد معنا يتشترك في القناة واتفعل الكرس علشان يوصلك كل تنويات حلقاتنا الحصرية والمميزة اول باول بنتمنى لك استماع منتع واعلى مستوى الادرنالي لو استرجعنا الكوابس اللي حصلت في العالم تحديدة من بداية 2019 لحد وقتنا ده عدده ما يكون كبير جداً عقلك مش هيطر يستوعبه حرائق في غابات استراليا التهمت الاراضي والحيوانات والشراد الكتير من البشر بعدها يظهر فيروس كورونا في الصين ويموت بسبب 2 مليون شخص في العالم لحد وقتنا ده وخسائر مادية تقدر بمليارات الدرارات حروب وسرعات نظم الدول وكوائز طبيعية في كل مكان انتفاضات في فلسطين ومظاهرات كارثية في امريكا وتنبؤات جادة بقدوم الحرب العالمية التالية العالم بينهاره ده شيء غير مفهوم ولذلك هنرجع سنين طويلة الوضع علشان ناخد الموضوع من بدايته سنة 1980 في مقاطعة البرت جورجيا في الولايات المتحدة الامريكية السكان قاموا من النوم في يوم وشافوا مشهد غريب جدا احجار مبنية وشامخها كده لكل حد ممكن يشوفها اطلقوا عليها احجار جورجيا ومكتوب عليها عشر وصاية بتمن لغات وهي العربية والعبية والسواحلية والازبانية والهندية والصينية والروسية والانجليزية ومش معروف مين بنى الاحجار دي محتوى الوصية الاولى من الاحجار كان مرعب وغير مفهوم ولكنه اثار كتير من التساؤلات ابقوا عدد الجنس البشر اقل من 500 مليون حتى يكون هناك توازن دائم مع الطبيعة بعد بناء الاحجار دي بـ 12 سنة تحديدا سنة 1992 يقال ان حصل اجتماع مهم جدا من الدول العظمة كان يبينقش فيه موضوع كارفي قالوا ان الارض بدأت تفقد توازنها وان الموارد البرشرية ما بقتش تكفي الكم الهائل من البشر على سطح الارض وبعد التفكير كبير قرروا يطبقوا مشروع اسمه المليار الزهبي مشروع المليار الزهبي فكرة قديمة حطاها مجموعة من الاشخاص بي نص على ان الارض مينفعش تتحمل اكتر من مليار الانسان علشان نعيش حياة طبيعية ويتم التخلص من باقي البشر بالقتل والموت او الاستغلال والعبودية وزي ما انتوا عارفين عددنا دلوقتي اكتر من 8 مليار ولكن علشان تتخلص من الكم الهائل ده من البشر انت كده بتخلق مجزرة كونية مش هتنتهي نظريت او مشروع زي ده علشان ينفزوه بدأ يستندوا فيه على مجموعة من الخزعبلات اللي بيسموها ادلة اهمها احجار جورجيا اللي بيعتقدوا انها هبة من الله ونزلت على الارض علشان يتطبقها البشر حفاظا على التوازن البيل وتطبيقا للوسير بدأت مشاريع سرية كتير بتحاول تقلل عدد البشر لحد ما تغير الرقم من نص مليار لمليار انسان ولو ركزنا شوية في اللي بيحصل حوالينا هنلاقي ان اغلب الدول بقت بتدعم نظام الطبقات بمعنى ان العالم بقى فيه طبقتين طبقة اغنية وطبقة فؤر اما بخصوص الطبقة المتوسطة فدي قليلة جدا ودي تحديدا الطبقة اللي بيحاولوا يقدوا عليها طيب ايه فعليا اللي ممكن يحصل مستقبلا بعد تقسيم العالم لطبقتين هيتم الضغط على الطبقة الفقيرة بسبب الجوع والامراض وقلة الموارد وده هيزود من عدد الوفيات عند الفقراء وهيساعد في تحقيق مشروع المليار الزهبي وده الهدف الاساسي اللي عاوزين يوصلوا له ولو فكرت للحظة بدأت تشوف العالم من فوق بنظرة اعمق هتلاقي ان العالم مليء بالفقراء وفيه دول بتحتضر من المجعات زي الصمار في حين ان الدول تانية عظمة بتتمتع بالرخاء والفراء وكل شيء لو الدول العظمة دي قررت انها تساعد الدول النامية علشان تقدي على المجعات هيحصل توازن بيئي ولو ما اعتقد ان ده شيء مستحيل خليني اقولك ان فيه مليارات بتتصرف على الحروب المليارات دي بقى لو اتصرفت في المكان الصح العالم هيتحول لحياة مثالية وعادلة هم هيقدروا ولكن مش عاوزين لان فيه خطة ولازم تتطبق الحروب على مر القرون كانت من اهم خطط المليار الزهبي وده يحدد لك مين اللي بنى الاحجار دي في الحروب فيه حروب قامت وظاهرها غضب بين دولتين بس الحقيقة انها خطط للحفاظ على عدد البشر في نطاق معين كل ما بقى فيه حروب اكتر كل ما مات بشر اكتر كل ما وصلوا لتحقيق هدفهم مثلا في الحرب العالمية الاولى الارض خسرت 2% من عدد سكانها وده عدد ضخم جدا من الاموات وكذلك في الحرب العالمية التانية اللي ولدت بحور من الدماء في العالم كله بعد الحرب العالمية التانية الارض رجعت لحالة الاستقرار تاني وبقى تعداد السكان للدول يزيد وخطة تحديد النسل والضغط على الناس ما بقاش ينفع هنا كان لازم يفكروا في خطة بديلة والخطة دي تكون اقوى وتكون زكية كأنها سيئ من عند الله ومن هنا بدأوا يخططوا في حرب الفيروسات الحقيقة انها بدأت الاهداف سياسية ولكن الاساس ان من ابرث اثار الحرب هي تقليل التعداد السكاني والتخلص من اكبر كم من البشر في بداية ظهور فيروس كورونا بدأت التساؤلات في ان ليه فيروس كورونا بدأت تحديدا من الصين وبدأت المنشطات الصحفية تنتشر عن ان السبب سور بتخافيش مع ان الصين اصلا من قديم الازى الحرفيا بيطلق كل حاجة لها روح موسيقى في سنة 2020 بعض النظريات خرجت ونسبت فيروس كورونا المشروع المليار الزهبي وده لان الصين عندها اعلى تعداد سكاني في العالم كله مليار و 386 مليون انسان وده افضل ما كان يتم فيه نشر مرض من خلاله يقدر يقللوا عدد سكان الارض واستندوا وقتها في ان المرض مصنع ان معظم الدول ما كانتش عاوزة توقف جنبهم مع انها كارثة كبيرة ممكن تأثر على البشرية كلها ومثال مهم على حرب الفيروسات لما الامريكان دخلوا على الهنود الحمر وضحكوا عليهم وعملوا معاهم معاهدة سلام وبعدين غدر الامريكان بهم واهدوهم بطاطين بعد كل معاهدة تحصل بينهم وللاسف البطاطين كانت محملة فيروسات وجرافين ورباء الطاعون والحصبة والسل والقلرة والجدري وكانت سبب في شبه عبادتهم ويجي في المركز الثاني الهند فيها مليار وتلتمائة تسعة وتلاتين مليون انسان وطبعا كلنا دلوقتي عارفين اللي بيحصل فيها وانها بتسقط وتنهار ازاي تزامنا مع كل ده الحرائق اللي عمالها تتوسع في استراليا وكل فترة بنسمع عن اعاصيب وزلازل وفياضنات في دول مختلفة رغم انها كانت خامدة من الاف السنين فكر معايا كده للحظات هتعرف ان كل الكوارث اللي بتحصل دي حدوثها ورى بعض عمر مكان الصدفة حتى الكوارث الطبيعية متخطط لها من التسعينيات طبعا الكوارث الطبيعية يؤسفني اقولك ان في بعض البشر قدروا يوصلوا الاعلى درجات الازال علشان كده في سنة 1977 اكترح الفيزيائي ادوارد تيلر طريقة لعكس اشعة الشمس بحيث يقدروا يحافظوا على درجة حرارة الارض وتبقى مستقرة ما تبقاش عالية ولا منخاطرة وبالفعل عملوا تجارب على المشروع علشان يشوفوا هل ممكن ينجحوا فيه ولا الفكرة هتفشل في سنة 1993 بدأوا العمل على المشروع وبعد التفكير وتجارب وصلوا بالصدفة لإمكانية صنع زلازل وفيضانات وانطوار كلها مصطنعة وبدأوا فعلا في بناء اول محطة للتحكم في التقس بولاية الاسكا ودلوقتي عندهم عشرين محطة حول العالم وسموا المشروع باسم هارب وده الكسة هيتون شبحها بس اللي لازم تعرفوا ان المكان او الزلازل او الفيضان عضي ولما بتحصل بيكون لها شيء مسبب هم بعقلهم قدروا يوصلوا للشيء المسبب ده ولعبوا فيه على اهواءهم وخلينا نقول في النهاية ان الانسان مهما وصل عقله وتفكيره مستحيل يعمل شيء زي ما بيحصل من الطبيعة الحقيقية كل ده مستنع ومستحيل يكون بنفس القوة الطبيعية ولكنهم قدروا يعملوا شبيهة كمان قدروا يتحكموا في التقس ولكن مش بشكل كامل عم فيه الطيارات النفاثة اللي بتير فوقيك في السماء وبيكون وراها خط ابيض وبنعتقد بان دي افرار طبيعية في منها بقى بعض الطيارات اللي بتكسيب اثار بتفضل في السماء لساعات طويلة واحيانا بتفضل الايام لحد وبشكل صحب صناعية اللي بتكون محملة بالمعادل المؤكسدة وبالتحديد غاز الكيميترالي وبعدها بيوجه عليها موجات قوية مقدارها 3 مليون وط وده كفيل بانه يصنع جفاف وإعصار وعاصفة لحد ما الموضوع يوصل للكارثة كبيرة في النهاية بتسمى طبيعة هما ملهمش دخل فيها وده اسمه حرب المناخ ويشبه بشكل كبير لحرب الفيروسات وفي النهاية مستحيل تعرف مين اللي كان سبب ورا الموضوع مؤزم الكارث اللي بتحصل عالميا في وقتنا الحالي ما بيكونش لها سبب فيزيائي وده الشئ اللي بيخلينا نتساءل مين اللي ممكن يكون مستفيد من الموضوع مشروع هار بنجح بشكل كوي وكتير من التجايب نجحت في صنع الكوارث ودلوقتي اعتقد بدأتوا تفهمهم مين هي اليادي الخفية وراء مشروع هار او مشروع المليون الزهبي او مين اللي بنى الاحجار دي اصلا غالبا هيجي في بالكم ان الموضوع ممكن يكون تبع الدولة تبع دولة معينة وغالبا هتكون دولة عظمة لكن في الواقع اصحاب المشروع ده هم فئة خفية ورغم انها خفية الناس كلها عارفاها على فكرة احنا كنا اتكلمنا قبل كده في حلقة خاصة عن موضوع هارب واتكلمنا في كذا موضوع بيخص الماسونية الفئة دي تحديدا من اغنى اغنياء العالم عبارة عن عائلة كانت لهم يد في معظم حروب العالم بين الدول والاطياف ومسيطرين على العالم كله من خلف السطار هم عائلة روتشيلد ومؤسسين الماسونية ومشروع هارب واحد من مشابههم وجزء من مشروع اخطر وافزع ولازم تعرف ان مشروع هارب جزء من مشروع الشعاع الازرق ومشروع الشعاع الازرق باختصار هو مشروع هدف السيطرة على العالم من خلال طريق توحيد العالم تحت مسمى دولة واحدة وعملة واحدة ومناسبة احنا اتكلمنا برضو عن مشروع الشعاع الازرق في حلقة الواحدة وموجود صفحتنا على فيسبوك اسمها كوكب الراب ودي الصفحة الخاصة بالقناة لو مش عارف ان هوليود ملك للماسونية فخلينا اقول لك انها حجر اساسي بيساعد على تنهيد الفكرة وترسخة في عقلك لو بكست شوية هتلاقي مؤخرا كل الافلام بتتكلم عن نهاية العالم عن انتشار فيروس عن ان الارض ما بقيتش تستحمل كل البشر عليها وكأنهم بيهيقوك علشان لو حصلت الكارثة يكون عقلك مستوعبها وفي انتظارها وبطريقة طيما بقينا نشوف هوليود بتدعم الشزوز الجنسي بكل جراءه كأنه شيء طبيعي والشزوز الجنسي له علاقة كبيرة بقيام المليار الزهبي سواء انت مع الحريات او ضدها ده اللي حاصل بواضح الصورة بعيدا عن اللي بيكون عندهم هرمونات نسائية اكتر او بنت هرموناتها الزكريا اكتر وده الشيء بيتم معالجته عن طريق الهرمونات او عملية تحويل وده فعلا بيكون مرض ببساطة زواج المثليين هيتسبب في تحديد نسل لانهم مش هيحملوا ولا هيخلفوا ودي اسهر طريقة تحديد النسل فهيساعد من جميع الجوانب في مشروع المليار الزهبي ده باختصار مشروع المليار الزهبي اللي بعض الناس بتؤيد نظرية ان كل البلاو اللي بتحصل في الارض بتخدم تحقيقه استراتيجية المليار الزهبي الشيء مش بسيط وكتب كتير ذكرتها منها كتاب النظام العالمي الجديد للكاتب غالف ايبرسون وتذكرت في رواية الجحيم للكاتب دان براون المشروع ده شغالين عليه من سنين طويلة يعني مش جديد الربط بينه وبين مسلسل كوفيد 25 هي جملة قالها الدكتور او العالم اللي خانهم في الحلقة التامنة لما نطق وقال ان الموارد البشرية ما بقتش تستحمل الكون اللي عايشين فيه وان الناس اللي صنعوا الفيروس بينقذوا البشرية وهدفهم سامي واعتقد ان الاحداث الجاية هتبدأ تمشي في السكة دي واللقاح اللي هيخضوا ناس قليلة وكلا تكون الفكرة الاساسية اللي قايم عليها المسلسل هي مشروع المليار الزهبي السابق اللي قبلها نزل مسلسل النهاية كان بيتكلم عن نظرية اسمها المختار او المنتظر كذلك السنة دي بيمشي يوسف الشريف على نفس النمط ويكمل نفس النهج وغالبا هيربط بين المسلسلين خلينا متفققين اني اشرح لك نظرية وارد تكون صحيحة وتطبق على ارض الواقع في يوم من الايام وتفوق من نمط تلاقي بيحصل ابادة بصورة غير مباشرة للبشرية علشان يقل العدد ويوصلوا للخمسمين بليون اول مليار اللي هيحكمه العالم ويستغلوا موارده وجارس تكون اجتهادات لبعض الفلاسفة والمفكرين اللي ممكن ما تكونش لها اي علاقة بالحياة بس في النهاية خلينا نتفق انك عرفت سواء كان حقيقة او خيال فانت عرفت شيء وده مش هيدورك وجايز ينفعك خلاص ملف الماسونية النهاردة وهو كان بانوان المليار الزهبي لو عجبتك الكسة النهاردة او الملف ده يريد تضغطيك ولو مش مشترك في القناة انزل حالة نشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل دي يريد كمان في ملف عندنا قائمة تشغيل كاملة بانوان الماسونية يريد تنزل تسمعها لانها هتفيدك جدا لو انت مش ملم بكل التفاصيل كان معكم احمد غبيه من كنات جمد قلبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم احمد غبيه من كنات جمد قلبك واللي بتاعها بالفرانكو قرب جي ام دي قلبك اي ال بي كي كمان عندنا بيج على فيسبوك اسمها كوكب هتلاقوا لينك البيج في التسكريبشن واللي ينزل عليها حاجات تانية وكصص وملفات ما بتكونش مسموحة النشر هنا على يوتيوب نظرا لانها غير مناسبة لمعظم المعلنين وحاجات كده مش عايز اوجع دماغكم بيها كمان لينكات الانستجرام والتيك توك وكواي برضو هتلاقوهم تحت في التسكريبشن وللناس اللي عايزة تتواصل معي بشكل شخصي هتلاقوا لينك الاكاونت الشخصي الخاص بي على فيسبوك في الوصف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته